السر الخطير وراء طوابير الآيفون وأول صورة لأس 21 وهيا لنتعرف على الهاتف الأفخم من هواوي أهلا بك في نشراتك هذا البرنامج برعاية نجوم العلوم الموسم الثاني عشر في نهاية الحلقة انتظرونا للسحب على أسماء الفائزين الثلاثة ببطاقات مقدمة من هواوي بعد إطلاق الآيفون في المتاجر لم يعد هناك طوابير مثل السابق للطلب الآيفون الجديد بسبب أزمة الوباء العالمي والأزمة الاقتصادية وهنا نطرح سؤالا ما قصة الطوابير ولماذا يفعلون ذلك فريق رقمي أحد لكم تقريرا يشرح لكم القصة في عهد إدارة ستيف جوبس لشركة أبل كان الرجل يحب رؤية طوابير طويلة من الناس ينتظرون أمام متاجر الشركة لشراء أحدث هواتف الشركة من الآيفون فهذه الطريقة كانت الأوضحة لإظهار بحبة الزبائن لمنتجات الشركة وارتفاع الطلب على منتجاتهم ولعل تهافت الزبائن على المتاجر قبل يوم وأكثر من فتحها لبيع الآيفون الجديد يأتي للحصول عليه بتكلفة أقل من الطلب والشحن عبر الإنترنت في أغلب المرات هذه الطوابير ربما يراها البعض أمرا عاديا لكن ثمت أبعاد تسويقية لا تقدر بثمن الطوابير تمثل دعاية ضخمة فتجمعات الناس وإقامة الخيام والبقاء يوما وأكثر أمام المتجر يجذب وسائل الإعلام لتغطية ما يجري فلك أن تتخيل أن هذه الأخبار تتصدر شبكات رويترز CNN, BBC, Washington Post, Fox News وقنوات اليوتيوب المواقع الشهيرة منصات التواصل الاجتماعي يقال في عالم التسويق إن أخافت الناس من عدم الحصول على شيء أقوى الضعاف المرات من سرد فوائد الحصول على المنتج فالطوابير المزدحمة تلعب في العقل الباطني للبقية لأن عليك الإسراع كي تحصل على هاتفك قبل نفاذ الكمية وهذا يتوافق مع الشائعات الكثيرة التي تتردد أن أبل دوما تحت الضغط الشديد لإنتاج عدد كاف من الأجهزة بالتالي تصل الرسالة إلى المستخدم أسرع هيا اشتري الآيفون قبل نفاذ الكمية وبالعادة تطلق أبل الآيفون الجديد بعد عشرة أيام من الكشف عنه في المؤتمر وتكثف خلال هذه المدة الحديث عن نفاذ الكمية الأولى لتحفيز المستخدمين على الانتظار أمام المتاجر والحصول عليه بل والفوز بشرف صاحب أول آيفون جديد وقبل سنوات شهد طرح جهاز آيباد 2 طوابير طويلة وكانت أبل من تعمدت هذه الطوابير حينما منعت الطلبات المسبقة لم ترغب الشركة في تكرار الخطأ مع متاجر فيرايزون عندما تم طرح فيرايزون آيفون عبر الطلب المسبق الأساذ المساعد للتسويق الإكلينيكي في جامعة جنوب كاليفورنيا إيراكال يقول إن المنافسين مثل سامسونج ومايكروسوفت يقعون في فخ أبل من خلال الاستخفاف بطوابير الانتظار في إعلاناتهم التجارية مثل هذا الإعلان الذي سخر من طابور انتظار آيفون ثم يظهر شابان لديهما جالكسي S3 ويذهلان الطابور بمميزات الهاتف التي يفتقدها آيفون ويقول كالب إن هذه الإعلانات الساخرة تقدم دعاية مجانية لعلامة أبل التجارية ونفس الشيء فعلته مايكروسوفت التي سخرت من أبل وسامسونج في أحد الأفراح ووصفت هاتفها لوميا بنظام ويندوز فون بأنه يقدم ما يفتقده جالكسي وآيفون مايكروسوفت بعدها بسنوات أعلنت وفاة النظام والاستغناء عن الهواتف نيل باتل واحد من أكبر خبراء التسويق في العالم يقول إن استراتيجية شركة أبل التسويقية قائمة على منهجين الأول وضع المنتج في يد المشاهير والثاني جلب الضجة الإعلامية والتعليقات الإيجابية عن المنتج فالمشاهير غالبيتهم يحملون الآيفون بعدما تم إقناعهم أنه يليق بهم وأنه يبني جسر تواصل مع الجمهور فتخيل حين ترى لاعبا مثل مسعود أزيل أو بوكبا وهم يقتنون الآيفون وكلاهما معا يمتلكان مئات ملايين المتابعين كم يترى ستطرف شركات أخرى للوصول إلى هذا الجمهور عبر الإعلانات المدفوعة أما الاستراتيجية الثانية تتم عبر جذب أنظار الإعلام إلى مؤتمرات الشركة وطوابير الانتظار وغيرها فأبل تصنع الحدث وتترك للإعلام التسويق لعلامتها التجارية وهكذا تكون الشركة وصلت إلى أكبر شريحة بأقل التكاليف وأذكى الوسائل وأقصرها بل وأسرعها بل وحتى الشركات المنافسة تأتي لتسخر من أبل في مؤتمراتها وإعلاناتها السؤال الآن لماذا ينتظر البعض اليوم وأكثر أمام المتجر؟ شبكة بيزنس إنسايدر ذكرت أن بعضهم يروج لنفسه وآخرون يحصلون عليه في وقت مبكر لبيعه فورا بسعر أعلى وهناك معجبون متعصبون وهم يطلقوا عليهم أبل فان بوي وهناك من يسعى للمفاخرة والبريستيج الاجتماعي أمام أصدقائه وزملائه في الجامعة وهناك من يسعى لخطف أضواء الصحافة والكاميرات ليكون جزءا من الحدث والآن يمكن القول إن أبل كان تسويقها ناجحا أيضا لأنها صاحبة ابتكار وجودة في المنتج وهي مطالبة برفع مستوى الابتكار الذي تعرض لاهتزاز الفترة الأخيرة ولم تفعل ذلك ستواصل بقية الشركات أكل المزيد من حصتها السوقية التي تواجه شراسة من الصين والآن احجز لنفسك مكانا في طبور اللايك على الفيديو ظهرت أول صورة مصربة لهاتف جالكسي أسي 21 وأسي 21 ألترا يا ترى هل هناك جديد في التصميم؟ إذا أردت أن تتعرف على هاتف ما عليك النظر إلى الكاميرات الخلفية من حيث تصميم الإطار وتوزيع العدسات فهي التي باتت الآن تفرق هاتفا عن آخر في الوقت الذي جاءت الواجهة الأمامية للهواتف الذكية بنفس التصميم باستثناء تغيير شكل الكاميرا الأمامية جالكسي أسي 21 ألترا القادم أو ربما يحمل اسم إس 30 ألترا سيكون من أوائل الهواتف الرائدة لعام 2021 ويبدو أن سامسونج دخلت مرحلة تصميم الهاتف وقد ظهر ذلك من خلال تسريب أول صور للتصميم هذه الصورة نشرها حساب تقني صيني على تويتر وقال إنها الهيكل المعدني لوحدة الكاميرا في الهاتف وقد دعم ذلك تسريب صورة الهاتف من الخلف من موقع فويس بالتعاون مع حساب أونليكس صاحب المصداقية العالية ويظهر أن وحدة الكاميرا عموديا والعدسات متراصة رأسيا في حين يبدو هاتف S21 ألترا مع وحدة كاميرا أكثر عرضا بسبب العدسة الرابعة بخلاف S21 العادي الذي يحتوي على ثلاث عدسات ولم يتم الكشف عن مواصفات الكاميرا بعد ولكن يتوقع أن تأتي بعدسة واسعة وعدسة تليفوتوغرافي وعدسة بيروسكوب وذكر التسريب أن مساحة الشاشة ستتراوح بين 6.7 و 6.9 إنش مع كاميرا سيلفي مثقوبة في أعلى المنتصف من الملاحظات المهمة أن S21 يأتي بشاشة مسطحة مثل النسخة السابقة بينما نسخة ألترا بحواف منحنية قليلا وترددت شائعات أن سامسونج ستضيف قلم S-PIN إلى مجموعة جالاكسي S القادمة ولكن يظهر أن جالاكسي S21 ألترا لا يحتوي على فتحة مخصصة لقلم S-PIN ولكن يمكن دعم القلم بدون مدخل خاص كما هو الحال في عدد قليل من أجهزة التابلت جالاكسي تاب من المتوقع أن تحتوي العائلة على S21 و S21 Plus و S21 Ultra وتبلغ سماكة الهاتف 8.9 ملي متر بدون قياس بروز الكاميرا الخلفية من هذه الصور ندرك أنه لا جديد يذكر من حيث التصميم وهذا لا يتعلق بسامسونج وحدها بل باتت الشركات تكرر نفسها من حيث تصميم على أمل أن تنتهي هذه الدورة من التصميم السنة الماضية ثم رؤية ابتكار جديد في نفس الوقت بدأ تركيز الشركات على تطوير هواتفها القابلة للطي برنامج نجوم العلوم يدخل مرحلة مهمة ومصيرية وهي مرحلة إقصاء بعض المشاركين مع تنافس شديد بين الممتكرين للوصول إلى أبعد مرحلة التاريخ يعيد نفسه التاريخ قد يعيد نفسه هكذا عرف برنامج نجوم العلوم في موسمه الثاني عشر هذه الحلقة المصيرية للمشتركين فأزمة الوباء العالمي فرضت عزلة على المبدعين كما فعل إسحاق نيوتن عندما عزل نفسه وخرج بعدها باختراعات غيرت وجه التاريخ بسبب ظروف وباء الطاعون الذي ضرب لندن السؤال هنا هل المشتركون استفادوا من عزلتهم وتقدموا في إنجاز ابتكاراتهم معايير هذه المرحلة هي تصميم النموذج الأولي للمنتج وتم تقسيمها لثلاثة أجزاء الجزء الأول التكامل بين الأداء والتصميم والجزء الثاني آفاق المنتج في الأسواق والجزء الثالث استعداد الشخص المشترك انطلقت المواجهات بين المشتركين وبدأت بالثنائي المهندس الفلسطيني جمال شختور صاحب فكرة حقيبة إنقاذ بقناعين للإسعاف والمهندس الأردني عثمان أبو لبن صاحب فكرة المسند الألي لسلامة الرأس في السيارة جمال بدأ استعراض تصميم مشروعه بحيث أضاف تعديلات على التصميم ليكون أخف وزنا وأقل حجما من السابق ليكون أكثر ملاءمة للمسعف ويسهل عليه تحريكه في حالات الطوار أما عثمان فواجه تحديا في تصميم المسند ولم يبدي رضاه عن الحالة النهائية للمنتج وأكد على ضرورة العمل على إصلاح الخلل وتطويره للأفضل ما شفت اللي أنا كنت متخير المواجهة الثانية بين المهندس المصري أحمد فتح الله عن فكرته المتمثلة بمنصة تعليمية باستخدام المكعبات الإلكترونية والمهندس اللبناني وضح ملاعب وفكرته المتمثلة في اختراعه لشريحة بيولوجية بهدف تجربة الأدوية لمعرفة فعاليتها قبل تجربتها على جسم الإنسان استعرض وضاح تصميمه للشريحة البيولوجية وشرح الخطوات التي قام بها والذي أبدى رضاه عن التصميم النهائي وأكد على ملاءمة شريحته في حالة الاستخدام أنا صراحة مبسوط بالتشف مبسوط بشكله شكله كثير حلو وعبالي يبينه للكونسيومر يعني عندما ياخذ الباكيج أما أحمد فستعرض مكعباته وظهر الارتياح عليه عندما شاهد المنتج النهائي بعد عملية التصنيع يعني في كل مكان يقول نجوم العلوم وكذا شيء عجيب شكرا درطور زين على الأقل أن عندي إثبات أنه أنت عندك اختراع مبسوط جدا من تعملهم معي وأن دكتور حتى دكتور ميوسف خدت نين عنده كده وخطوه مع الباكتر فكانت لفتة رأي المواجهة الثالثة كانت كويتية خالصة بين طبيب الأسنان الكويتي محمد المقهوي وفكرته المتمثلة بفرشات أسنان روبوتية والمهندسة الكويتية سارة أبورجيب عن اختراعها لماسح ضوئي لردود الأطراف استعرض محمد فرشاته الروبوتية وأطلق عليها إيزي براش لأنها تسهل غسيل الأسنان مؤكدا أن الفكرة برأسه تختلف عن الشكل النهائي للمنتج أم المهندسة الكويتية سارة أبورجيب نجحت بالخروج بتصميم عصري للجهاز المواجهة الرابعة تتعلق بأمن المعلومات بين الدكتور اللبناني عزام علوان ومشروعه البعد الحركي الشخصي لأمن المعلومات والمهندسة القطرية إيمان الحمد وتطبيق لخصوصية المعلومات باللغة العربية وأكشف عمليات الاحتيال عبر السوشيال ميديا عرضت إيمان تصميمها للتطبيق باللغة العربية وأطلقت عليه اسم آمنة أما عزام استعرض آلية عمل تطبيقه وأسماه بي آي دي بنهاية الحلقة أعلنت نجة الحكم إقصاء عثمان أبو لبن وعزام علوان وجمال شختور وبقاء الخمسة مشتركين الباقين لاستكمال مشاريعهم للأسف الأقصاء سيطال الثلاثة ويمكن متابعة الموسم الجديد عبر شاشة تلفزيون قطر وأيضا سبع قنوات عربية وتجدون الحلقات عبر موقع البرنامج وبإمكانكم مشاهدتها على قناة نجوم العلوم في يوتيوب وصفته الشركة بصاحب التصميم الرشيق الفخامة في المظهر الأناقة في الاستخدام دعونا نتعرف سويا على هاتف ميت فورتي نسخة بورشا من هواوي لم تتنازل هواوي عن إطلاق هاتفها ميت فورتي بتصميم البورشا تعاونا مع الشركة الألمانية صاحبة السيارات الفارهة وقدمت تصميما وصفته بأنه صاحب الرشاقة الهاتف عند رؤيته لأول مرة ستشعر بالفخامة مع ظهره المتعرج مع ديناميكية عالية وكأنه سيارة رياضية ذات أضواء براقة صممت أواوي هاتفها من مادة السيراميك بدقة نانومتر مع الخطوط العريضة وأخرى دقيقة في ظهر الهاتف وجاء بلونين أبيض وأخر أسود الكاميرا جاءت بتصميم مختلف عن نسخة الميت فورتي برو داخل شكل هندسي ثماني الأضلع يحتوي على أربع عدسات وخامسة لمستشعر العمق وفلاش الإطار معدني بينما التصميم من الأمام جاء بشاشة تحميل ثقبا مزدوجا أعلى اليسار لاستيعاب الكاميرا الأمامية ذات العدستين مع انحناء على طرفي الشاشة بشكل واضح الهاتف ليس نحيفا مع سماكة بلغت 10.1 مم مع وزن 234 جراما من الأسفل يضم الهاتف السماعات الخارجية ومنفذ توصيل USB-C وفي الأعلى مستشعر IR ومنفذ تركيب شريحتين الاتصال ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيارية IP68 الشاشة مقاسها 6.76 إنش بدقة Full HD Plus من نوع OLED ومعدل تحليث 90 هيرتز في الثانية وقالت الشركة إنها لم تدعم 120 هيرتز للحفاظ على عمر البطارية الهاتف السيئاتي بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة EMUI 11 الأحدث المعالج كيرين 9000 الجديد ثماني نواة ومصنع بمعمارية 5 نانومتر بتردد يصل إلى 3.13 جي هيرتز مع معالج ذكاء إصطناعي مدبج وتقول أواوي إن المعالج هو الأسرع في الهاتف الذكية وقارنته بمعالج أبل A14 ومعالج كوالكوم سناب دراجون 865 بلس من حيث السرعة والسهلاك الطاقة واستغلال سرعات 5G قدرة الرام 12 جيجابايت مع مساحة تخزين 512 جيجابايت وقفر بصمة مدمجة في الشاشة للحماية بجانب تقنية التعرف على الوجه المعتمد على الكاميرا الأمامية وحساسات ثلاثية الأبعاد من الخلف أربع كاميرات من شركة لايكا الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9 مدعمة بحساس ليزر للتركيز تلقائي الكاميرا الثانية جاءت بزاوية واسعة جدا بدقة 20 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8 الكاميرا الثالثة تيليفوتو بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.4 مع مثبت بصري وتساعد على التقريب البصري حتى الثلاثة أضعف الكاميرا الرابعة سوبر زوم مع تقريب بصري عشرة أضعاف مع فتحة عدسة 4.4 وهناك عدسة خامسة لقياس العمق الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.4 وتستخدم أواوي مستشارة التعرف على الوجه في تعزيز خاصية عزل الخلفية وتحسين جودة الصور البطارية جاءت بساعة 4400 ميلي أمبير غير قابلة للإزالة وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط وكذلك تدعم الشحن اللاسلكي السريع جدا بقدرة تنتصر إلى 50 واط حتى مع ظروف البرودة الشديدة ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي سعر الهاتف يبلغ 2295 يورو سؤال الأسبوع كان لمتابعين حول أكثر ميزة أعجبتهم في سلسلة Mate 14 جديدة أبدأ غالبية متابعي رقمي تيفي إعجابهم بما قدمته أواوي عدين أنها لم تترك شيئا جديدا إلا ووضعته في الجهاز فالتحسينات التي وصلت مع الكاميرا الخلفية تبدو مثيرة وتصميم وألوان جذابة للجهاز بجانب قدومه مع شحن سريع وممتاز بقدرة 66 واط كذلك أبدأ إعجابهم بقوة الشحن اللاسلكي والعكسي السريع أيضا معالج الشركة الجديد ومن قدمته من تفاصيل يجعل أصحاب أجهزة الشركات المنافسة تود الحصول على الميت 40 لتجربته وإضافة سماعات السيريو جديدة كان أمرا مطلوبا منذ مدة والكاميرا السيلفي واسعة الزاوية في التصوير لكن لم تخلو التعليقات من الاستياء بسبب مشكلة العقوبات على الشركة وعدم وجود خدمات جوجل في هواتفها وينتظرون بحماس نظام الشركة هارموني أو اس والأخير قائلا أتمنى لو وصل بسعر أقل ليكون حافزا في الحصول عليه في ظل غياء بخدمات جوجل ختاما نود الإشارة إلى أننا قمنا بمعينة أواوي ميت 40 برو لمن يود مشاهدة المقطع يمكنك زيارة الرابط في الوصف أسفل الفيديو الفائزون الخمسة بمصابقة أجمل صور لهذا الأسبوع للمشاركة في المصابقة تابعونا في منشور خاص كل يوم 2 على الفيسبوك والآن أهم الأخبار شارك في مصابقة وينتر شير موبايل ترانس للضحظة بفرصة ربح هاتف أندرويد مفضل لديك ادخل لصفحة المصابقة في الرابط الموجود أسفل الفيديو وصوت لأفضل هاتف أندرويد لسنة 2020 من وجهة نظرك ثم أضغط على سبميت وأدخل بريدك الإلكتروني المصابقة ممتدة لغاية 18 نوفمبر وسيتم الإعلان عن الفائز على صفحة موبايل ترانس الرسمية على فيسبوك غير هذا يمكنك استعمال الكوبون الظاهر على الشاشة للاستفادة من تقفيد 20% عند شراء أي منتجات موبايل ترانس شركة كافيار تكشف عن نسخ الأثرية من آيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس ستأتي مستوحى من مظهر المحاربين القدامى والأسعار تبدأ من 5500 دولار لتصل إلى 46 ألف دولار شاومي تخطط للكشف الرسمي عن الهاتف ريتمي كي 30 اس يوم 27 أكتوبر الجاري وسيحمل كاميرا بعدسة رئيسية 64 ميكا بيكسل شركة فيسبوك تختبر إمكانية بيع المنتجات مباشرة للمستخدمين من نافذة المحادثة في تطبيق واتساب حيث يرسل مستخدم شركة ماء والشركة ترد برابط للمنتج من كتالوج المنتجات وبعدها يمكن المستخدم إضافة المنتج في سلة التسوق والدفع من خلال تطبيق واتساب شركة بيبل ستبدأ دعم العملات الرقمية للمرة الأولى في تاريخها وهذا يعني أن أصحاب حسابات بيبل يمكنهم تخزين العملات في حسابهم وشرائها وبيعها أيضا والآن لحظة الصاحب على أسماء الفائزين الثلاثة ببطاقات مقدمة من هواوي اشتركوا في القناة ألف مبروك للفائزين وشكرا لكل من شاركنا والمصابقات لم تنتهي انتظرونا قريبا في مصابقة جديدة ونلقاكم الأحضر قادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة